بأشد العبارات دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع الاعتداءات الإرهابية للحثيين على العاصمة الإماراتية أبو ظبي واصفا إياها بالشائنة وداعيا جميع الدول للتعاون مع دولة الإمارات لمعاقبة الجناة جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن دعت إليه الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير الجاري مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة رحبت من جانبها ببيان مجلس الأمن مؤكدة أن العدوان الحوثي على دولة الإمارات يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولي كما شددت في الوقت نفسه على حق بلادها في الدفاع عن نفسها من شاء هذه الاعتداءات في اليمن واستهدفت أبو ظبي صنعاء كانت مركز إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت بلادي بغرض إسقاط العدد الأكبر من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية نحن ممتنون لأن الإمارات المتحدة قادرة على الدفاع عن نفسها وستدفع عن نفسها في مواجهة كل اختراقات القانون الدولي وكل الهجمات العابرة للحدود وكانت الإمارات قد طلبت عقد هذا الاجتماع لبحث وإيدانة الهجمات الحوثية الإرهابية على منشآت مدنية في أبو ظبي إذ استهدف الحوثيون الاثنين الماضي منطقة المصفح ومنطقة الإنشآت الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي ما أصفر عن قتلى وجرحة وانفجار ثلاثة سهريج بترولية وفي السياق استقبلت جامعة الدول العربية مذكرة من دولة الإمارات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين الأحد المقبل وذلك لإيدانة هجمات الحوثيين على أبو ظبي وبحث الرد المناسب عليها ترجمة نانسي قنقر